اشتركوا في القناة التسعينات وذلك بتهمة جناية الضرب والجرح المفضي الى القتل دون نية احداته في حق بن عيسى ايتلجيد ويأتي الحكم رغم مرافعة الدفاع الذي دفع لسبقية البت في القضية بحكم قضاء حائز لقوة الشيء المقضي به وكان حام الدين تناور الكلمة في جلسة محاكمته ليوم 25 مايا 2022 حيث جدد انكار التهم الموجه اليه بقتل الطالب بن عيسى ايتلجيد على خلفية الاحداث التي شهدتها جامعة محمد بن عبد الله بفاس قبل 29 سنة